نشاط عسكري إماراتي متسارع في سقطرة أظهرت هذه المرة صور للأقمار الصناعية داخل جزيرة عبد الكوري صور جديدة قامت بنشرها منصة التحقيقات إيكاد كشفت حجم التوسع الإماراتي في محافظة سقطرة وذلك عبر أدواته المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي حيث أوضحت المنصة ومن خلال صور أقمار صناعية حصرية إثبات أن الإمارات تسارع الخطى لإتمام بناء القاعدة الجوية التي بدأت العمل عليها في ديسمبر 2021 الصور الجديدة أظهرت حجم التطورات المتزايدة في مدرج القاعدة وقد وضعت الطبقة الأساسية للقاعدة مع الحصة وجمعت تمهيداً لرصفها وهي مرحلة تسبق عملية وضع الأسفلت عمليات نقل الأسفلت وتمديد مدرج القاعدة كانت ظاهرة أيضاً في الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية كما عبدت منطقة على جانب المصف الرئيسي للمدرج تمهيداً لبناء ما يرجح أن يكون مخازن عسكرية أو مباني لجسية وإدارة للعمليات منطقتان جديدتان للعمال ظهرت في القاعدة من ناحية الشرق إضافة إلى منطقة الرئيسية في الغرب كانت منصة إيكاد قد كشفت عنها في وقت سابق المنصة أكدت أن تسارع عملية البناء بدأ منذ يناير للعام الحالي وهي فترة تزامنت مع ما كشفته مصادر يمنية عن قيام الإمارات بترحيل سكان الجزيرة بطريقة قسية جزيرة عبد الكوري وهي الثاني أكبر جزر أرخبيل سقطرة الواقعة بين خالج عدن والقرن الأفريقي تكمن مطامع الإمارات فيها نظراً لوقوعها ضمن ممر شحن رئيسي يربط بين أوروبا وآسيا كل ذلك بالقرب من باب المندب الاستراتيجي الكشف عن هذه الصور تزامن مع انتشار واسم احتلال جزيرة عبد الكوري اليمنية والذي أحاول من خلاله النشطون الإشارة إلى مساعي الإمارات المستمرة والمتسارعة لسيطرة على جزيرة سقطرة والاستيلاء على ثرواتها